بخوطا ثابتا يتقدم الجيش الوطني في واحدة من اكثر الجبهات سخونة في ريف تعز الغربي جبهة الكدحة التابعة لمدرية المعافر حيث الحرب سجال بين الجيش والانقلابيين وسط اخفاقات عديدة للميليشيا في بلوغ اهدافها العسكرية محاولات مستميتة للتقدم باتجاه عزلة الشراجة والهدف هو بلوغ البيرين حيث الخط الرئيسي الرابط بين مدينة تعز مدينة التربة وشبكة الطرق المؤذية الى كل من لاحج وعدا قدم الحوثيين لكي يقطعوا خط الشراجة حمير وهدفهم خط البيرين تعز ونحن الآن صدينا لهم بقوة وسنعيد الدرب القرون والدرب وعلقه ان شاء الله تعالى لا يكتفي الجيش هنا بصد هجمات الميليشيا بل يحرر المزيد من المواقع وخطته هي تحرير سلسلة الجبال والمواقع التالية والتي تشمل القرون والدرب ثم علقه فالوادي ومنطقة غباري قبل الالتقاء بالجيش الوطني في المخا لهذه الجبهة اهميتها البالغة وتستلزم المزيد من الامكانيات لتحقيق الضغط العسكري على قوات الانقلابيين المنتشرة في سلسلة الجبال هذه فيما تتواصل معارك تحرير معسكر خالد بن الوليد الذي من شأنها ان تقطع خطوط الامداد التي تدعم العمليات القتالية للانقلابيين في هذه الجبهة وبقية الجبهات في الشمال والشمال الغربي لمحافظة تعز على مدار الساعة تتعرض قرى نويها وغيرها من التجمعات السكنية في جبهة الكدحة لاستهدافات متواصلة بقضائف الهون التي يطرقها الانقلابيون من مواقعهم في هذه السلسلة الجبلية لكن صمود الجيش والمقاومة قلل إلى حد كبير من تأثير التواجد العسكري للانقلابيين ومن محاولاتهم المستمرة للتقدم والسيطرة على مناطق جديدة في هذه الجبهة